اشتركوا في القناة قيادة وحكومة وشعبا سيد الكاتب الأول لحزب تحار الشراكي للقوات الشعبية سيد ريس الشقر سيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حضرات سيدات والسادة النواب والمستشار والبرلمانيون حضرات سيدات والسادة الأساتدة الذي أرى قامات علمية كبيرة حاضرة معنا في هذا الاجتماع وفي هذا اليوم الدراسي أيها الحضور الكريم بداية سعيد جدا بالحضور معكم في هذا اليوم الدراسي وأعبر لكم عن عميق شكري وعن عظيم امتناني لهذه الدعوة الكريمة مغتنما هذه المناسبة لتتميني موضوع هذا اليوم الدراسي الذي يتناول تطورات قضيتنا الوطنية الأولى وجهود الدبلوماسية الموازية هذه المبادرة التي تعكس مدى الإيمان والقناع الراسخة بأهمية الأدوار التي تطلع بها الدبلوماسية الموازية في ظل ما تحقق من مكاسب الدبلوماسية وبالنظر لمحورية قضية الصحراء المغربية في وجدان جميع المغاربة وفي هذا الإطار ما فتأ جلالة المالك يؤكده غير ما مر في خطابته السامية حيث أكد في خطابه أمام ممتل الأمة خلال الدورة الأولى من سنة شريعية الثالثة من الولاية شريعية التاسعة 11 أكتوبر 2013 إن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد وإنما هي أيضا قضية الجميع مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين انتهى النطق الملكي السامي إنها إذن رسالة سامية واضحة لا تحتاج إلى كثير من التفسير أو التوضح فتحت قيادة جلالته وفي ظل ما حققته الدبلوماسية المغربية الرسمية لا بد من تعبئة شاملة لجميع القوى الحية في بلادنا برلمانا وتنظيمات سياسية ونقابية وجمعيات مجتمع المدني داخل الوطن وخارجه وفي هذا الإطار لا بد من الاعتزاز بما حققه البرلمانيون أعضاء البرلمان من مكتسبات على مر العقود سواء من خلال العمال ضمن الشعب واللجان البرلمانية أو لجان الصدقة أو دعما للمصاري السياسي والديمقراطي ببلادنا وتأييدا لقضيتنا العادلة وفي مقدمتها قضية وحدتنا الطرابية كما لا يفوتني أن أنوه بما حققته الدبلوماسية الحزبية من مكاسب هامة لفائدة القضية الأولى من خلال التكتلات والتجمعات الدولية للأحزاب الصديقة التي تجمعنا معها نفس المرجعيات الفكرية والإديولوجية والتي طالما شكلت أداة فعالة لتبني مواقف إيجابية من قضايا الحلفاء أيضا التنويه يطال العمل الجبار الذي أنجزته وتنجزه جمعيات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه دفاعا عن الوحدة الطرابية ومواجهة لخصومها في المنتدايات الأممية والدولية حضارة السيدات والسادة لقد قادت الرؤية الحكيمة والمتبصرة جلالة الملك المغرب إلى ما هو عليه لا سيما مشروع المجتمع الحاداتي الديمقراطي والحقوقي والسياسي بالإضافة إلى الإنجازات التنموية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الداخلي حيث شكل النموذج التنموي الخاص بالمناطق الجنوبية واحدا من هذه الأوراش الكبرى التي تستلهم توجهتها الكبرى من المشروع الوطني الذي يرعاه جلالة الملك وعلى الصعيد الخارجي تحققت انتصارات متولية أضحت معها لبلادنا حضور وازن في العمق الإفريقي والتعاون جنوب جنوب وفي محيطه العربي والأورو متوسطي كما قادت تلك الرؤية المتبصرة مختلف شركائنا إلى استيعاب أن الشركة المتقدمة مع بلادنا والتعاون الاقتصادي وأيضا الأمن لن يتحقق دون الحفاظ على سيادة المملكة على أراضيها وصون مصالحها في الوقت الذي توالت فيه الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية على صحرائه حيث توجت بفتح قنصليات لأزيد من 27 دولة في مدينتين العيون والدخل كبريات حواظر الصحراء المغربية كل تلك الإنجازات كرست مزيد من الثقة والمصداقية والإجماع الدولي حول مقترح الحكم الداتي الذي تقترحه بلادنا كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع المفتعل وهو ما يدعون جميعا إلى ترصيد وتتمين ما تحقق ومواصلة العمل لأجل التصدي لمناورات الجميع التي للأسف ترصد لها إمكانيات كبيرة بحجم اقتصادات دول بعينها وهذا ما يدعو الدبلوماسية الموازية للمزيد من رص الصفوف وبدل الجهود أكثر من أي وقت مضى وفق منهجية صارمة للاشتغال بحزم وعزم متواصلين حضرت السيدات والسادة في الختام إذ أجدد شكري للإخوة في الفريق الاشتراكي فإنني أؤكد إشادتي بتنظيم هذا اليوم الدراسي كما أتمن الجهود الجبار التي يبدلها المتدخلون في مجال الدبلوماسية الموازية وفي الدفاع عن قضايا بلادنا وعلى رأسها قضيتنا الوطنية الأولى تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في شين يوتيوب وبرتجوا هذا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش الدرجاء من موقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي